المسلم لا يجوز له أن يقلد الكفرة فيما يملونه عليهم هذه قائدة عامة مستمرة ولذلك يعني معروف أن الكفار لا يأملون بخير ولا يريدون خيرا للمسلمين وبالتالي من يتبعهم ويقلدهم فهو راض بما يفعلون وإذا رضي بما يفعله الكفار فالنتيجة معروفة والحكم معلوم يعلمه المسلمون وقضية العداوة من مختلف الأجناس سواء كانوا من أهل جلدتنا أو من غيرها معلومة دائما على مر التاريخ ففي بعض الناس خلقوا لا لشيء إلا ليفسدوا في الأرض ويهلكوا الحرثة والنسل قضية هذه قديمة وستستمر إلى يوم القيامة والناس في معظمهم يعرفون ذلك ويعلمونه فبعض الناس نعم يخدعون وأما البقية الباقية فإنهم يفعلون شيئا يعلمونه وهذه لا عجب في أن بعض الناس يرتكبون الحماقات ويأمرون بالمنكر ويفسدون في الأرض وهم على علم بما يفعلون